يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه أمام جمهوره في دورته الثالثة والخمسين وذلك على أرض مصر أو مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجامع الخامس بالقاهرة وانطلقت فعليات المعرض يوم السادس والعشرين من يناير الماضي وتنتهي في السابع من فبراير الجاري وقد حلت دولة اليونان كضيف شرف لهذه الدورة يوما ويغلق معرض الكتاب في نسخته الثالثة والخمسين أبوابه أمام عشاق القراءة والثقافة والمعرفة بعد وجبة دسمة بين العلوم والكتب والندوات التثقيفية والإبداعية بحب أجواء المعرض يعني بحب أجيب أتفرج على الكتب وأعرف القصص اللي موجودة في الكتب أنا أشتريها أموة لما تعجبني الكصة يعني بحب تنظيم المعرض الجديد أحسن طبعا احنا بنيجي المعرض كل سنة حرسين احنا بنيجي المعرض بيشوف كل الكتاب تجيبنا أول أجواء بتاعة المعرض نفسها طبعا هنا بقى فيه تلاقي اختلاف في الكتب كتير جدا وتلاقي الثقافات هنا مختلفة وتلاقي في كل قاعة ثقافة غير الثقافة تقدر في تنوع كتير جدا وكبير جدا في الكتب وبالتزامن مع فعليات المعرض المتعددة شهادت قاعة ضيف الشرف حضورا بارزا لمناقشة كتاب سنوات الخمسين للكاتب الراحل ياسر رز الذي قدم خلاله شهادته على أحداث مصر في فترات من أهم وأصعب فترات الوطن الأستاذ ياسر رز أعتقد أنه يصنف كواحد من أهم الكتاب السياسيين وواحد من المحللين للمشهد بشكل كبير تشرفت على مدى سنوات طويلة في صداقة خاصة بالأستاذ ياسر رز رحمه الله وأرى أن مشروع التنويري لاسي الرز هو أكبر بكثير من عمره الزمني الأستاذ ياسر طبعا زي ما كل المشاهدين الكرام عارفين كان شخصا استثنائيا في الصحافة والوطنية والمهنية كنا نلقبه دائما بمروض الكلمات أستاذ ياسر كان واحد من أشرف وأنبل الصحفيين اللي ممكن تشوفهم صحافة المصرية في مصر كان معرض الكتاب قد شاهد خلال يومين الأخيرين إقبالا متزايدا خصوصا بعد بداية إجازة نصف العام حتى وصل عدد الحضور خلال يومين لأكثر من 300 ألف زائر كريم بيبرس التلفزيون المصري